بتوجهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة اعتمد سموه الرؤية الجديدة لتخطيط وتصميم وتطوير الأحياء السكنية النموذجية والتي تغطي مرحلتها الأولى ثلاثة مناطق سكنية وهي المزهر الأولى والخوانيج الثانية والبرشاء الثانية وتقدر مساحتها بنحو 177 مليون و712 ألف قدم مربع جاء ذلك خلال استعراض سموه مستجدات خطة تطوير الأحياء النموذجية للمواطنين في إمارة دبي وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بهدف رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية وتوفير فرص اقتصادية لأبنائها وذلك بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين وعضو اللجنة العليا معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة